وجهت أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الشكر لمؤسسة حياة كريمة للاستجابة السريعة للتكفل بترميم بيت الزعيم في بني مر بمحافظة أسيوت وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت تتكفلها بترميم منزل الزعيم الراحل في مسقط رأسه في الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو وقالت أفراد الأسرة أفراد أسرة الزعيم عبد الناصر قالت إن المنزل تعرض لحالة إهمال شديدة على مدى عقود سابقة لم يحظى فيها بالاهتمام اللائق به منزل ده على فكرة يعني شهد أحداث وشهد حتى مجلس قيادة الثورة كانوا اجتمعوا هنا في هذا المسجد اللي حضراتكم شايفينه في هذا المنزل المنزل على فكرة حالته سيئة للغاية جدا جدا وطبعا إحنا منتظرين أن الدولة طبعا بغيات أسرة الرئيس عفتاح السيسي وحياة كريمة اللي هو اللي بصراحة البرنامج اللي هو بصراحة يعني جميل جدا اللي يتعامل في موضوع حياة كريمة ده فمنتظرين إن شاء الله رب العالمين يعملوننا ترميم شامل لهذا المنزل